ترجمة نانسي قنقر ونحن نتبهد الحكومات السابقة والمتعاقبة إلى ما يمارس من المبدأ المعروف بتقسيم المغربي إلى المغربي النافع والمغربي النافع الذي كان أعتبره باقي سالي من فنول لماذا؟ لأن خلال مراحل زمنية طويلة جداً الإدارة المركزية لا تنظر إلا إلى الرباط والصخيرات وتنالى وفعس ومع ذلك لا تهتم به ويمكن في وقت معين يمكنك تسول مسؤول مركزي على دوار أو على منطقة معينة يمكنك تسول مسؤول إليها إذن هاد الخصاص اللي استمر ولي حاولوا عن طريق الجهوية باشي استرجعوا باشي يحيدوا هاد النقائص مازال موصلوش للنتيجات اللي هي مطلوبة إذن هاد مشكل وطني ومعني كنا نقول له جرادة سنقول له راشيدي سنقول له زاقورة سنقول له إغام سنقول له طاطا سنقول له هادو كل المناطق كل المغربي مخصوصة مخصوصة في الماء مخصوصة في الضم مخصوصة في المدنيس مخصوصة في فرص الشغل مخصوصة حتى في الفلاحة فلاحة اللي كيعيشوا بالفلاحة حلاء الفلاحة أولا ما تضررت من جراء الجفاف وما كانش البديل لأنه في الدولة اللي كحترموا فيها التي تكون التي تكون جهة معينة متضررة بناء على مثلا بسبب الأحوال الجوية الدولة كتدخل باش تغوض هادو كل الناس كتدخل باش نحن النا أربما كتعرفة أننا في المغرب كينا مناطق اللي ساكنين وكيشيروا الماء وكيشيروا الماء من الجامعة هادو تغوضوا ماشي غير جرادة هادو مشكي الوطني كينا الناس دابا في المناطق ما أعطيك اسمها المناطق قصير شوفها كيشري السيتين لما ما بين 300 و 700 درم باش يحيش في هذيك البلد يشيل الماء وأحيانا لما كيتعطر الأعيان وما يتعطاش للناس اللي بغوها وعندهم الفلس ونفسهم في الدول إذا هدا باش نو ما ندروش على الجرادة بوحدة راها مشكيه بوطن هدا ماشي مشكيه جرادة المشكل اللي اخسان عارفوه ان هادشي واقع كاين تا واحد ما قدينكم كي ينه اهمال على سنوات المناطق البعيدة في المغرب ولكن اللي اخسان فهموه انه من هاد الخمس سنوات الأخرى على طافع الوعيد للمواطن وللتافعات الصبيب ديال التواصل وللمواطن تيطلع على أشكال النضار ولكي يطلع على ما يقع في المناطق أخرى ولا تيوقع تيطلع على الناس الأخير ناش عندهم هادو كل ناساش عندهم وحناش عندنا تي القرصوا بنا بعض المناطق عندهم نقولش ومناطق خلال ما عندهمش اذا نقول لا هاد الوعي هو المتسارع حالا قلتي الطورة الإلكترونية الطورة الرقمية الطورة في وسائل الاتصار طورة في الوعي هادا وقع في المغرب والحكومة الحالية والحكومة اللي سبقتها باقية كتعالج الأمور الطريق 1965 اذا هادا مشكلة هادا مشكلة عميق هادا الناس هدولة يحكموا الام هادا يحكموا على وجه سرعة ما يخصوش ناس ما يخصوش يجلس في ضروف الرباط يخصو يمشي يشوف الناس يخصرهم ويقعهم الحلول يخصو يساير الوعي المتزايد دين المواطنين زائد سهولة الاتصال بين المواطنين اليوم ما هو الحل في نظره في نظر حزب الوسط للشمال احنا نظرنا احنا دائما كالنادي وبالواقعية الواقعية والاتصال بالمواطن والنزول الى معرفة مشاكل المواطن اليوم عندنا مناطق كتعيش مشاكل الغاباوية كان لكتعيش مشاكل غير دين الخنزير حشك اللي مرحل الناس كان مناطق اللي كتعيش انه كيجيو ناس يديرو زراعات غير لائقة وغير مناسبة لمنطقة وينصوا الفرش المائي ينصوا الاحطيات المائي دين المواطن ووزلك فلاحة غائبة معنى اخصى تدير تخطيط مثلا او واحد المنطقة جفاف ما نديرش فيها الفواكين اللي تتشرب الماء هذا كلمة الله يقدادو كل ناس يعيشوا به ولكن ما كانش المسؤولين غائبين على الحقيقة احتياجات المواطن الحكومة خاصة تنزل قصة تخرج من الربعة وتمشي تشوفها اش خاص محلش يوحب كي يشوف المحل التجاري دياله اليوم خاصني هادي غدا خاصني هادي غدا خاصني هكا خاص الوزير يعيش يعيش يومي مع المناطق اما يبقى يتسنى تقارير ويتسنى هذا ما يمكنش او لا الذهابي بسرعة الى الجهوية الجهوية بنقل جميع السلطات ونقل جميع جميع الصلاحيات وما يرتبطها من الميزانية الخاصة بها مع العلم مع تحفظ النوع للمنتخبين من ناحية الواقعية لا اتفق نعطيهم هادي المسئولية ديمقراطيا خاص هادي المسئولية ولكن النوع المنتخبين واللي تطلعوه طريقة بشي يطلعوه لا اعتقد انهم غادي يحلوا محل الدولة وهندك رئيس الحكومة والمنتخبون اللي خصوم تحمله هادي المسئولية ما على الأسف الشديد في بلاد اللي تتلقى المنتخب واللي عاد اخرج من الانتخابات هذه العام وتصوت عليه نظريا صوت عليه نظريا وتصوت عليه نظريا وأصبح أوم الشيع عن السكان نظريا ما قادرش يجلس مع السكان كم تفهمهم كانت هناك انتخابات حقيقة او رئيس الجهف أو رئيس المجلس البلدي أو رئيس المجلس الاقليمي ما قادرش يقرز مع الناس الصوتestiات logs نظريا لا تعتقد أن هناك خالان في الإدارة درجة الأولى المسؤول والمنتخب والإخسر الحلال المشاكين إلا ما يحلاش نعاود الانتخابات لأن السيد لا يمتلوا شيئا رئيس الجهة الشرقية لا يمتلوا شيئا ما دم أن رئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي والمنتخب المصيفة عما ما قادرين شيئسهم عمدين ويحلوا مشاكلها ويطمأنهم ويشقنعهم أنه رأى حنا سمعناكم ورحنا نغل نحل المشاكين رأى أنه ما تشي ما غي يكملش هلشي خصد ناس أولا بعد يمشيوا في حالهم أنا في نظري جميع المنتخبين يخصوا مشيوا في حالهم لأنه ما الفشل الأول بالنسبة للحكومة الحكومة كتقرر واحد ثلاثة بيام المواطن تقول لك هذا القرار اللي قررتين في الرباط غدلنا إمتى غيوصلنا والمغاربة عندهم جريبة فيما يتعلق بالانتظار وعندهم جريبة في الوعود اللي ما كان لما كان لما كان تطبقش وبالتالي خصد نخده هذا الجانب من جانب المواطن كيشوف كيشوف على أنه هذه وعود كغيرها من الوعود السابقة هذا مشكل حيث كين أزمة ثقة أزمة ثقة ما بين المواطن وما بين المنتخب وما بين الإداري وهذا طبيعي وطبيعي قصنصنطوا لهالنس ولكن كان الحدود ما شي معناه هذا عاود أن تقول بلاد سين يقول واحد يفيق في الصباح يدير اللي يبغى يدير الفوضى كيف يبغى لا خاص أنا فلندر إحتى هالنس لا دي الجاردة ولا دي الريف حسيمة وصلوا الميصر الدولة فهمت الميصر خليوا واحد الوقت للإدارة لأن الإدارة لماذا تحل المشكلة الماسيشية بلية نصيدر الحليب ونصيدر الحليب مشاريع هدا هنا وعدات الإدارة بواحد المشروع كان واحد الأجل مهيان كان واحد العدد للإجراءات أنا أعتقد أنه قاموا بالوجب ديرهم المواطن قاموا بالوجب ديرهم يأتيوا صلح الوقت ويرجعوا للهم يخليوا الدولة تدير خدمتهم لا تسنو العام الجاي عام الجاي نشوفوا هاد الشيواش نداله ولا ما داش حيث ما يمكنش اليوم تحتج ونتصنطلك ونقول لك عندك الحقيقة إحنا غنديرهم ونتبقى في الصنقاء تقول لي اللغس كدير كي غدين ديره نعم هنا عود تالي هذا يؤدي إلى العرف والعرف المضى مشكلة إذا هنا خاص مع الأسف ما كانش المخاطب هاد الحركات ما عندهم مش مخاطب لكن كان عندهم مخاطب اللي تيتيقوا فيه غادي غادي يقدروا معهم المخاطب ما كانش المخاطب قصيكم من المنتخب ما كانش هو اللي قادر يحل المشكلة هو اللي قادر مخاطب وكان من المنتخب فاقد المصداقية لأنه شريب رسطو لكن كيف يفرق الفلوس واخده الكريمات واخده 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 وضو ودخل المشكلة ولا عنده استطموا بلاد أشمن المصداقية عند هذا إذن هنا مشكلة لهم التقام